اهلا و سهلا بكم من جديد في الحلقة الثالثة فكنا نقوم بتجهيز الارض اللي نرعب كرة القدم كان دائما اذكر عمي هو مهندس محمد علي دائما ما كان ابو علي دائما ما كان هو دائما ينظم لنا الدوري العجيب كان نضحك علينا يعني يأتي بكأس عرفت اللي يفوز يعطي الكأس ثاني يوم رجع ما يعطي الكأس لا ثاني يوم رجع يمكن انا عم يسمع الحلقة بس هو بسامحني قلبه طيب يتسعلي الجميع فكان عمي الله يحفظه يقوم بتنظيم دوري سميه دوري مثلا دار ابو العبد مع دار جاري اتوقع الجزماوي عائلة الجزماوي وحنة وهو يلعب معنا فكان نسوي دوري كرة قدم كنا اطفال جميلة الحياة ويضع الكأس على الدرجة كذا طاولة ويضع الكأس اللي يفوز في نياتي الدوري يعطيه الكأس ويقولوا باقي الرجع ها مسكيني ياخذ الكأس بيتها عنده ثاني يوم رجع لعمي عسى عمي ما يزهد المهم كانت حياتنا الدور حول هذا كان جدتي اسمها جدتي مريم ام ابراهيم كانت دوم جدتي جالسة في بيتها هذا بيت تنام القيلولة كانت بسيطة جدا حين كنا اطفال مشاغبين كان امام بيتها لجدتي وانا اتمنى لو يوجد جوجل اراويكم كان مثلا هنا بيتها في شيء اسمها نسميه عريش العنب تعرفون عريش العنب اللي هو شبك ويوضع عليه العنب من فوق فكنا نلعب تحتك كرة قدم فكرة القدم يوم تضرب فوق وشي الصوت والعنب يتساقط جدتي كانت تستيقظ وتحرف انت يوم الجدة تستيقظ عيال ولدها تطلع معنا تطلع النا في عصاية القشاطة تعرفون تعرف القشاطة عصاية القشاطة تضحك انت عصاية القشاطة يا ولاد يا ولاد ابوكم 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 فحنا نلف لا تسبي عبونا انا براويكم وتلحقنا الله يرحمه هاي في العصاية وتضرب وتصيب تضرب احيانا شيء تعرف عدنا ولينا هاي فانطن في ظهرك المهم فكانت جدتي رحمة الله عليها دائما تستيقظ تصارخ علينا زين وانسروا يلعب هي المنطقة الظل الوحيدة فكانت دوم وكنا ننضرب من الوالد والوالدة ان لا تزعجوا جدتكم وكذا وهذا فيوم الايام كان عندنا شجرة توت شجرة توت هذه كبيرة واتوقع عيال عمي الان اسمعوني شجرة توت كانت كبيرة كبيرة يعني تصل لسقف الجدة توت كان نزرع توت الابيض هذا الابيض فحنا نستيقظ انا كنت انا وعيال عمي ابراهيم ابراهيم عفيف المصري ومحمد عفوا احمد عفيف المصري وانا وسيم يوسف فكنا حنا عيال عم ثلاث نطلع الشجرة وناكل توت نصعد خطوة ناكل توت توت وحنا وصلنا عند سقف الجدة كنت صغير في الصف الخامس او الرابع ما اذكر او السادس ما اذكر بالضبط صعدنا على سقف الجدة وحنا ناكل توت فحنا فرحانين انسينا لنا الجدة نايمة تحت وحنا على السطح الجدة شو سوينا ماذا فعلنا اخذتنا لذة التوت و جمال التوت ومسكنا بيد بعض اتوقع اكمل حلقة اللي بعدها اتوقع حلقة اللي بعدها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا